بسم الله الرحمن الرحيم يَا إِلَهِ يَا كَرِيمُ يَا رَحِيمُ يَا إِلَهِ يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الانبیاء و أفضل المرسلين سيدنا مولانا عب القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله رب و اتوب اله المجتهد المتجزيه و احکامه و اما التجزي في الاجتهاده ففيه مواضع من الكلام الأول وفي امكانه بحثنا کنه في احکام الاجتهاد المطلق والمتجزيه او اجتهاد المطلق والتجزيه و في مقام الأول من البحث اكملنا الأحکام التي ترتبطه بالمجتهد المطلق في هذا المقام الثاني نتكلم عن الاجتهاد التجزيه والمجتهد المتجزيه و احکامه بالنسبة إلى التجزي في الاجتهاد او اجتهاد التجزيه كما تعرفون أصل هذه الكلمة كلمة التجزيه يكون تجزيه مع الحمزة تجزع يتجزع و تجزع ولكن في السنة الفقهاء غالباً يستخدم به عنوان كلمة التجزيه أي ما يقبل تجزيه و ما يقبل أن يكون ذو أجزاء فالاجتهاد التجزيه هو الاجتهاد الذي يتحقق و يسير فعلياً بالنسبة إلى بعض عبواب الفقه او بالنسبة إلى بعض الكتب من كتب الفقه اجتهاد التجزيه او مجتهد المتجزيه أولاً نتكلم بالنسبة إلى اجتهاد التجزيه و أن التجزي في الاجتهاد اصلاً يكون ممكناً أو لا يكون ممكناً و طبعاً في هذا المقام الثاني صاحب الكفاة رضوان الله عليه من أحكام الاجتهاد التجزيه والمجتهد المتجزيه يتره لنا أربعة و نقاطين و إلا هناك أحكام كثير جداً تبعاً تفاصيلها ترهد في كتب أخرى يعني صائر الكتب الأصولية أو الفقهية بحث الأول بنسبة إلى الاجتهاد التجزيه هو في إمكان الاجتهاد التجزيه حل يكون ممكناً أم لا المسألة و محل الخلاف بين الأعلام صاحب الكفاة رضوان الله عليه يعتقد أن الاجتهاد التجزيه وقع و يكون ممكناً بل حتى يكون ضرورياً بنظر صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليك و هم أصل إمكانه لأن أبواب الفقه تختلف من باب إلى باب آخر من حيث الصعوبة والسهولة كما أن مداركها و دلائله أيضاً تختلف من حيث الكسرة والقلة و من حيث الصعوبة والسهولة و من حيث كونها عقلياً أو نقلياً و من حيث كونها ذو الفقه المتجزيك محيطاً على البعث دون بعث آخر لاجل هذا يمكن أن يكون شخص ذو خبرت و بصيرت وصاحب نظر مثلاً في بعث الأبواب دون باب آخر صاحب الكفاية رضوان الله عليك أكثر من هذا كما قلت لكم يعتقد أنه ما هو أصلاً اجتهاد التجزي يكون لازمان لا أن الاجتهاد التجزي يكون ما هو محالاً مثلاً أو لا يكون ممكناً لأن هذه الملكة لا تحصل عادة بالتدريج تكمل لأجل هذا بعد تحققه في مرحلته الأولى مرحلته الزعيفة اجتهاد أيضاً يكون ممكناً و بالتدريج يمشي إلى الأخير لا يمكن أن يكون شخصون افروز مثلاً لو كان هناك مثلاً سلمون ولا أي فاصلتين و بشكل المتعارف العادی مرتاً مثلاً يذهب افروز من تحت سلم إلى فوق سلم مثلاً لا بالتدريج لا بدن يمشي حتى يصل إلى النهاية تحصيل ملكة الاجتهاد أيضاً يكون كذلك بالتدريج يحصل للفقه و بما أنه يكون تدريجياً ففي الخطوة الأولى إذا تحققت هذه الملكة المقدسة للشخص بإمكانه أن يستنبت في الأبواب التي له إحاطة و هو يكون عالماً بمدارك الأحكام و أقوال الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لأجل هذا يقول و أما التجذف الاجتهاد ففي التجذف الاجتهاد مواضع من الكلام أربعة مواضع طبعاً الموضوع الرابع ذكره تتمتاً للساليس محقق الخراساني رضوان الله علي ولكن الأنسب أن يكون بحثاً مستقلاً الأول في إمكان التجذف الاجتهاد و هو هذا التجذف الاجتهاد و إن كان محل الخلاف بين الأعلام إلا أنه لا ينبغي الارتياب فيه في إمكان التجذف مسألة محل الاختلاف مسألة نظرية و محل الخلاف بين الأعظيم ولكن المحقق الخراساني يرى واضحاً و بنظره من الواضحات إمكان التجذف الاجتهاد لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ حيث كان هذا هو الدليل في الحقيقة حيث كان أبواب الفقهي مختلفة مدركاً تختلف مداركها والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة كما قلت لكم من عقلية ونقلية أبواب العبادات فيها كثرة الروايات بينما في المعاملات قلة الروايات مثلاً ما اختلاف الأشخاص في الاطلاع على المدارك وفي طول الباع وقصور الباع بالنسبة إلى هذه المدارك فرب شخص كثير الاطلاع وتويل الباع في مدرك باب بمحارة هذا الشخص في النقلية أو العقلية مثلاً وليس كذلك في آخر وليس كذلك هذا الشخص في باب آخر لعدم محارته لعدم محارة هذا الشخص فيها لا يحال في باب مثلاً في أبواب أخرى أو في هذه المدارك وابتناء على هذا الباب على هذه المدارك هناك باب له روايات مخصوصة هذا الشخص لا يكون عالماً بتلك الروايات بينما روايات التي مثلاً ترتبط بوجوب صلاة الجمعة هو محيط عليها سندن و دلالتن وتعمل فيها وتعمق فيها و بإمكانه أن يراجع و يستنبط سريعاً مثلاً و هذا أمر تقريباً يكون بدهياً و واضحاً و هذا بالضرورة يعني اختلاف المسائل و اختلاف مدارك المسائل و اختلاف الأشخاص من باب إلى باب آخر و من مسألة إلى مسألة أخرى بالضرورة روبما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها يعني في بعض هذه الأبواب لسهولة مدركه لسهولة مدرك هذا الحكم أو لمحارة شخص في هذا المدرك مع الصعوبة المدرك مع عدم القدرة على ما ليسه كذلك أي صعباً روبما بعض الأوقات ذاك المدرك يكون صعباً ولكن هو على أي حال عنده محارة فيه تحمل الزهم فيه مثلاً راجع جعل الوقت فيه مثلاً و امثاله بعد صاحب الكفالي يقول و هذا في الحقيقة ادعاء فوق الإمكان والوقوع بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم التفره تفره أي علايحال ما هو كما مثلت لكم أن الشخص يذهب من تحت السلم إلى فوق السلم فجأة و بدون تي المراحل و هذا لا يمكن ممكناً عادة و يكون محالاً لأجل هذا ملكة الإجتهاد لها شدت و ضعف و لها كمال و نقصان لأجل هذا لا يمكن الوصول إلى الغاية قبل تي المراحل البدائية إذا كان كذلك فالإجتهاد التجزي في ابتداء هذه الملكة و في نشوء هذه الملكة يكون ممكناً جداً هذا كله بالنسبة إلى عدلة القائلين بالتجزي في الاجتهاد منهم صاحب الكفاء رزوان الله عليه و بساطة الملكة و عدم قبولها التجزي منهم ندخل في عدلة المانعين صاحب الكفاء رزوان الله عليه يذكر دليلين دليل الأول لصاحب الكفاء للمانعين طبعاً على لسان صاحب الكفاء يقول يقول ملكة الإجتهاد ملكة بسيطة بل جميع الملكات المعنوية الروحية من البسائد إذا كانت هذه الملكة بسيطة فلا تقبل التجزيات أنت هينما تجزي الشي معنى أن هنا جزء و هنا جزء و هناك جزء آخر مثلاً مثل الحجر الذي نجزئه إلى ثلاثة أجزاء مثلاً والأمر المعنوية والملكة البسيطة لا تقبل هذه التجزيات هذا في الحقيقة دليل المانعين صاحب الكفاء رزوان الله عليه لا يقبل هذا الإشكال والحق مع صاحب الكفاء لأننا نقول أصل هذا المدعى سهي أن ملكة الإجتهاد ملكة معنوية لا تقبل التجزي أمر بسيط ولكن التجزي تتقع في متعلق الملكة لا في نفس الملكة نفس الملكة يكون بسيطاً متعلقه قد يكون باب السلاة قد يكون باب الزكاة و قد يكون باب البعض مثلاً لأجل هذا الدليل لا يستطيع أن يكون مانعاً نقول وبساطة الملكة وعدم قبول الملكة التجزيات لا يمنع من حصول الملكة به نسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكن بهاي بسبب هذه الملكة من الإحاطة به مداركه من الإحاطة به مداركه أي بمدارك على يحال هذا بعض الأبواب مثلاً كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباد في جميع الأبواب و يقتع بعدم دخل ما في سائرها به أصلاً هذا في الحقيقة دليل ثاني من القائلين دليل ثاني من القائلين بالمنع ما هو هؤلاء يقولون هذا الشخص يكون متجزعاً و بدأ على يحال يستنبت بعض الأبواب يمكن أن يكون هناك بعض المدارك والشواهد والقرائن ترتبط به هذه المسألة بقيت في سائر الأبواب و شخص لا يعلمها إذا لا يعلم فتبعاً اجتهاده يكون ناقصاً فحصه يكون ناقصاً ولا يمكن الاعتماد على استنباته صاحب الكفاء رضوان الله عليه يأتي به جواب النقذي يقول نفس هذا الاشقال يأتي في مشتهده أو في اجتهاد المطلق الزن لأنه في الاشتهاد المطلق شخص المشتهده نما يستنبت مثلاً مشغول الاستنبات في باب السلات هذا الاحتمال يوجد أنه روبما مدرکون روايتون قرين مقالية بقيت في زمن روايات الوسائل الشعاء في سائر الأبواب مثلاً و هو لا يعلمها ففي النتیجة لا بد أن نشكك في حجية اجتهاد المجتهد المطلق الزن به وسط هذا الاحتمال لأنه عادة محال أن يكون شخص محيطاً به جميع المدارك والقرائن والشواهد فعلاً بحيث يقول ما هو لم يبقى هناك شيء من القرائن والمدارك فكل ما تؤتون بالجواب هنا نأتي بالجواب على حال في الاجتهاد تجزيئيزاً وبالإضافة إلى هذا بما أنه الفقهاء والمحدثين رزوان الله عليهم تحمل الزحمة وفي بعض كتب الفقه الهدائيق وفي بعض كتب الهدسية كالوسائل والمستدرك في كل باب وفي كل مسألة اجتمع رواياتها عادة لأجل هذا شخص في مقام الاستنباد بعد المراجع إلى هذه الكتب يتمئن يحصل له الاتمينان أنه لم يبقى هناك على حال شيء آخر يستحق المراجع وصرف الوقت لأجل هذا هذا الدليل لا يستطيع أن يكون مانعاً من التجزي في الاجتهاد يقول كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباد في جميع العواب بعد يقول ويقتع بعدم دخل ما في سائر الابواب بهي بهذا البابه اصلاً أو لا يعتنا به احتمال الدخل اما يقتع بعدم الدخل أو إذا يحتمل يقول علائها لا يعتني بهي لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاتمينان بعدم دخلهي أي بعدم دخل ما في سائر الابواب علائها كما في الملكة المطلقة كيف في الملكة المطلقة أنتم علائها تواجهون مع نفس هذه المشكلة أي جواب تأتون بهي هناك نحن نأتي بهي ها هنا علائها لأجل هذا يقول لبداهة أنه لا يعتبر في استنبات مسألة معها مع الملكة المطلقة من الاطلاع فعلاً على مدارك جميع المسائل كما لا يخفى في الاجتهاد المطلقة أن هذه المشكلة و هذا الاحتمال يوجد و عادة ما هو هناك اغمازون نفس ذاك الاغماز يأتي هنا بطريقين أو لا علائها في الاجتهاد التجزي هذا كلهو بالنسبة إلى بحث الأول أو علائها الموضع الأول من هذه المواضع الأربع موضع الثاني في حجية ما يؤدي إليه على المتصف بالتجزي في الاجتهاد هل رأي الفقه المتجزي حجة لنفسه يجوز له العمل به بحيث فيما استنبته يعمل بفتاو نفسه وفي غيره يرجع ويقلد مثل صائر المقلدين صاحب الكفاء رزوان الله عليه يقول نعم رأيه لنفسه يكون حجة لإطلاق الأدلة التي الآن سنبينها وهو أيضا أي علائها الحجية قول المتجزي لنفسه محل الخلاف إلا أن قضية عدلة المدارك المدارك كالإجماع كالزواهير كالدلة حجية خبر الواحيد مثلا إلا أن قضية عدلة المدارك حجيته أي حجية هذا الاجتهاد لعدم اختصاص المدارك أو قضية المدارك بالمتصف بالاجتهاد المطلق وقلاء العالم يرون ظاهر القلام حجة سواء كان المستفيد من هذا الظاهير مجتهدًا مطلقًا أو مجتهدًا متجزئًا ضرورة أن بناء الأقلاء على حجية الظواهر مطلقة للمطلق والمتجزي وكذا ما دل على حجية خبر الواحيد سيرة الأقلاء آية النبأ وامصالها نعم غاية تقييد الدليل بما إذا تمكن شخص من دفع معارزات الخبر كما هو المفروض به شرط أن يكون شخص له هذه القدرة أن الخبر إذا كان مبتلا بالمعارز يعرف كيف يحل هذا التعارض وإلا أكثر من هذا لا يشترط في عدلة حجية خبر الواحيد في سيرة الأقلاء حجية الخبر لا تكون مختصة بالمجتهد المطلق مقتصة هذه الأدلة كل من يفهم هذه الأخبار و يستفيد من ظاهرها فهذه الأخبار يكون لها حجتاً إذا كانت مقتصة الأدلة حجية الإطلاق لها هذه الأخبار فقول المجتهد المتجزي ما دام يكون في إطار الاستنباط و يراع المقدمات على يحال و يلاحظ أمور الفنية في مقام الاستنباط فاستنباطه لابد نكون حجتاً بلا أي اشکالي هذا كله في محور الثاني في المحور الثاليس في جواز رجوع الغير المتصف به إليه في جواز رجوع الغير المتصف به هذا المجتهد المتجزي إلى المتجزي في كل مسألتين اجتهد في هذه المسألة صاحب الكفاية يقول هذا أيضاً طبعاً يكون محل الاختلاف أن تقلید والمتجزي يكون جائزاً أملاق يقول هنا لوننظور إلى كبرا رجوع الجاهل إلى العالم فلا بد أن نحكم بالجواز و من طرف آخر بما أن جواز رجوع الجاهل إلى العالم مدركه سيرة الأقلاء و سيرة المتشرعاء والسيرة ليس لها إطلاق فقدر المتيقن من هذه السيرة أو المفهوم من هذه السيرة هو الرجوع إلى المجتهد المتلق لأجل هذا مسألة تكون محل إشكال تفصيل الجواب في هذه المسألة أو في هذا الموضع الصاليس صحيحة إنشاء الله في بحث التقلید على ما قال له صاحب الكفاية رضوان الله تعالى علي يقول وهو جواز التقلید من المتجزي أيضاً محل الإشكال من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم فتعمه يعني فتعم هذا الجاهل فتعم هذا العالم العالم المتجزي عدلة جواز التقلید فلا بد أن يكون جائزاً ولكن ومن دعوة عدم اطلاق فيها من طرف آخر ومن دعوة عدم اطلاق فيها أي علايهال في هذه السيرة أو في هذه الأدلة وعدم إحراز أن بناء الأقلاء أو سيرة المتشرعة على الرجوع إلى مثل المتجزي أيضاً هذا الإطلاق لم يسبد لنا وستعرف إن شاء الله تعالى ما هو قضية الأدلة في بحث التقلید في الفصول الأخيرة من بحث الاجتهاد والتقلید إن شاء الله هذا كله في الموضع السالس إذن في الموضع السالس صاحب الكفاء رزوان الله عليه هنا لم يبين نظره النهائي ولم يوزه لنا أنه ما هو ونظره أنه يجوز تقلیده أملا أما بالنسبة إلى موضع الأول أي إمكان التجزي في الاجتهاد بسراحة قال أنه يكون ممكن حجية رأيه لنفسه بسراحة قال رأي الفقه المتجزي يكون حجة لنفسه وأما بالنسبة إلى رأيه للآخرين وجواز تقلیده فتردد هنا وحول الجواب إلى بحث التقلید إن شاء الله الموضع الرابع في نفوذ قضاء المجتهد المتجزي في المرافعات هذا في الحقيقة محور الأخير من البحث وصاحب الكفاء رزوان الله عليه جعل هذا المحور الأخير من البحث تتمة للبحث السالس لم يجعله مستقلا نحن عنوانه بعنوان مستقل والمناسب أيضا أن يكون مستقلا لأنه لا يرتبط بالبحث السالس ذاك كان بحث على يهد تقلید و هذا يكون بحث القضاء ورفع الخسومة حل قضاء المجتهد المتجزي يكون نافزا في رفع الخسومة في المسائل الشرعية في الدعاو والمرافعات أم لا صاحب الكفاء رزوان الله عليه يقول هذه المسألة على يهال الحكم بالجواز فيها أشكال من البحث السابق في بحث السابق على يهال في جواز تقلیدهي كنا نتكلم عن سيرة الأقلاء على يهال وكأنه نقول أهو رجوع الجاهل إلى العالم يأخذ كلاهما بعد يقول اللهم إلا أن نقول هنا ما قلناه في المجتهد الإنسدادي أن هذا الشخص وإن كان متجزئا ولكن بما أنه عالم بزروريات المذهب بزروريات الدين بزروريات الفيق بموارد الإجماع وكثير من الفراعات الفقهية فيستق عليه أنه عارف بالأحكام الشرعية وإذا يستق عليه العارف بالأحكام الشرعية فيدخل على يهال في هذه الروايات وإذا دخل في الروايات فقضاءه يكون نافزا لجل هذا في الموضع الرابع صاحب الكفا يميل إلى الإثبات أن يثبت هذا المنسب للمجتهد المطلق للمجتهد المتجزئي أيضا يقول قضاءه نافز مرافعاته نافز ولا بأس به يقول الرابع في نفوز قضاء المجتهد المتجزئي في المرافعات وأما جواز حكومته حكومة المتجزئي ونفوز فصل خسومة المتجزئي فأشكال مسألة تكون أصعب من جواز تقليده و سر روحيزا قلت لكم أن بحث القبل يستنبد من سيرة الأقلاء التي لا تكون أمرا تعبوديا بينما ها هنا بحث يكون بحث تعبود على يهال وطبعا تعبودا لابدن نسب جواز قضاءته وعدم جواز قضاءته بعد يقول نعم هذا نوع من الاستدراك لا يبعد نفوز حكومته وفصل قضاءه فيما إذا عرف جملة معتدا بها من الأحكام واجتهد في هذه الجملة بحيث يصح أن يقال فيها قضاء المتجزئي إنه من من عرف أحكام العيمة عليه السلام كيف؟ كما مر في المجتهد المطلق المنصد على هذا المجتهد المطلق باب العلم والعلمي في معظم الأحكام في مقام الأول قلنا أن مجتهد الانصدادي بما أنه عالم بالضروريات وغيرها يكفي هذا المقدار من العلم أن نطلق عليه كلمة العارف بالأحكام نفس الشيء نقول هنا بالنسبة لهذا المتجزئي هم باب العلم والعلمي يكون له مفتوحا وهم اجتهد في بعض المسائل وهم عالم بالضروريات وموارد الإجماع وغيرها فيقفي أن يسق عليه كلمة العالم وإذا يسق عليه كلمة العالم فيدخل في كبريات المقبولة وغيرها فيكون نقضاؤه نافزا هذا كله بالنسبة إلى الموزع الرابع من البحث الذي ترح في الكفاية للمجتهد المتجزئ أو للإجتهاد التجزئي وفي الحقيقة إلى الآن استتعنا أن نكمل ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله عليه في ضمن الإجتهاد التجزئ والمطلق ولكن نذكر هنا تتمة لأجل هذا البحث التجزئ ولا بأس بهذه التتمة كتكملة للبحث نحن قلنا أن إمكان الإجتهاد التجزئ يكون موزع الخلاف بين الأعلام وصاحب الكفاية رضوان الله عليه ذكر أنه علاها المسألة اختلافية بنفسه أثبت جوازه بعض الأعلام مالو في زماننا إلى ضرورة هذا النوع من الإجتهاد و بعض المحققين يقولون أن الإجتهاد التجزئي في زماننا لا أنه يكون جائزاً بل على يهال ضرورة من ضروريات الحياة المعاصرة لماذا؟ لأن المسائل وفرت كثير والمسائل المستحدثة كثيرتون جداً وإحاطة شخص واحد على جميع هذه المسائل المستحدثة مع ما كانت من القديم عادة يكون محالاً لو لم يكون صعباً لأجل هذا يعتقدون أنه لا بد من التجزئ وأن طريق التجزئ يمكن إحاطة الأكثر في أبعاد المسائل و جزئيات الفرعات المستحدثة خصوصاً أن سيرة الأقلاء أيضاً استقرد على هذا المنوال بما أن عمدة دليل الإجتهاد والتقليد هو سيرة الأقلاء كما سيعت إنشاء الله سبحانه وتعالى نرى أنهم الأقلاء العالم كلما يتقدم العلم وكلما تتقدم الحضارة البشرية فَيُشَعِبُونَ الْعُلُومِ عَلَيْهَالِ حَتَّى عِلْمُ التِّبِّ نَفْسِهِ الآن لهو عَلَيْهَالِ ما هو شعوبات و اقصام مختلفة كما نعرف ونفس الشيء عَلَيْهَالِ ما هو بالنسبة إلى صائر العلم فنرى أنه ما هو حتّى بالنسبة إلى علم مثل التاريخ بالنسبة إلى افرز ما هو علم كعلم قائل من القانون مثلا لهو اقصام مختلفة جداً و هذا يحكي عن ضرورة الحياة و توسع العلوم و كسرت الفرعات الوارد في حياة البشر إذا أثبتنا أن سيرة الأقلاء استقرد على هذا فبتبعه الحال نستطيع أن نقول أنه ما هو مقتزد دليل الحجية أيضاً هو هذا أن يكون الاجتهاد في زماننا على أيها لهو اقصام و شعوبات مختلفة لكي يكون هناك ما هو إحاطة الأكثر على جميع المسائل و خصوصاً لو نذهب إلى ما في مسألة الأولى من مسائل العرباء أن الفقه يتدخل في جميع الشؤون الحياة كما ذهب إليه معظم الفقهاء حفظهم الله طبعاً نتيجته أنه التجد تسير من ضروريات الحياة ولعله بدونها لا يمكن أيضاً الإحاط على جميع المسائل اللهم إلا أن يميل أحدون أنه بما أنه نحن في زمان غيبة الإمام عليه السلام ضروريات الغيبة تختلف عن ضروريات الحضور في زمان الغيبة لا نرى من الضروريات أن يكون الفقهاء متكفلاً لجميع أبعاد الحياة كلياتها و جزئياتها نعم مع حضور الإمام عليه السلام المسألة تختلف إذا كان أحد مبنائه كذلك فهينئذن ربما نستطيع أن نقول أن هذا المنوال الجاري أي الاجتهاد المطلق يكون كافياً وإلا لو نذهب على حال إلى توسعة الفقه ولو نذهب إلى نمو الفقه ودخالته في جميع أبعاد حياة البشر في زماننا فبتبئة الحال لا يمكن للشخص واحد أن يدخل وأن يتخصص وأن يتحقق في جميع أبعاد الحياة في زماننا هذا هذا كله كانت تتم للباحث لبحث الاجتهاد التجزي وأنه في الحقيقة غير الموضوع لا نستطيع أن نقص زماننا بقرن الخامس الحجري أو قرن السادس الحجري أو حتى زمان الآخون رزوان الله تعالى عليه غير الموضوع لأجل هذا به تغيير الموضوع يمكن أن يتغير الحكم أيضاً غفر الله لنا ولكم إخواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي إني محبك مولاي مولاي إني محبك مولاي مولاي يا مولاي 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 مولاي